النمسا ميديا أجرت في الأمس استطلاع واستبيان رأيي هل تعتقد أن وبعد أكثر من 13 عاما ما زالت الثورة مستمرة 71% من المشاركين أجابوا أن الثورة مستمرة و29% قالوا أن الثورة انتهت أكثر من 1100 شخص شارك بهذا الاستطلاع طبعا بالتالي هذا الاستطلاع يأخذ شكل الشرعية الكاملة يعني يمثل شريحة السوريون الموجودون هنا في النمسا 71% عبروا لك الثورة مستمرة محمد شبلي كيف ترى الأمر؟ أتركنا العافية بالأول هلأ بداية 71% شي جميل جدا بعد 13 سنة بعد خذلان من الدول جميعا للثورة والسوريين 71% جميل رأيي لك شوية قصص ما بتخليك تقوم بثورة واحدة بسوريا تقوم بثورات أحد القصص صارت معي بالأمس أمرأة 70 سنة أمرأة مهجرة من منطقة لمنطقة ما مع ثمن أدويتها مرضة بالسرطان نعم احتاجت 100 دولار بس لا تحتطلع تركيا تتعالج إذا ما ضل شي بالثورة المعتقلين وين؟ هدول المعتقلين بخلونا نعمل ثورة وثنتين وثلاثة شهداء شهداء قيصر يلي مائل أبر مائل أبر هدول تخلينا نعمل مئات الثورات الأهالي بالمخيمات منظر مبارح انتشر منظر لمخيمات منطقة وحدة اسم قاح باطمة منظر يعني صعب هذا ما بخليك مثل ما قلت لك بثورة وحدة بثورات كثير يعني 71% صحيح أنه نسبة عالية ولكن قليلة طب يعني لو بقيت عندك شوي يعني أنه تقريبا ما يصل إلى يعني سلث المستطلعين قالوا أن الثورة انتهت هلا ترى أنه معهم حق؟ هل هم مع الثورة من بداية؟ بغض النظر يعني إحنا بعيدا عن التفصيل هل في شريحة كبيريسار تقول لك ما هد في ثورة يا سيد لا إذا نظرنا بالموضوع هذا من القادة أو المتسلطين اللي استلموا الثورة ويتكلموا بالثورة مع إنحاء ولكن مثل ما قلت لك إذا ننظر بالجانب المظلم اللي عم مو مظلم عم يتحاولوا يظلموه للشاشة والجمهور وهو المخيمات المعتقلين والشهداء نعم إذا نظرنا من هذه الزاوية هذه ظالمينة معناته مع إنحاء مات في ثورة طيب